في خلق الرفراف حقائق مدهجة سأتيك بها مصورة منها طريقة في الحصول على غذائه وهي مربط الفرس في حل مشكلة حدثت بعد أن صنعت اليابان أسرع قطار في العالم إذ أكثر ما يألف الرفراف المستنقعات وأماكن المياه العذبة يبحث فيها عن الأسماك الصغيرة التي تشكل أكله الرئيس يترصدها من أعلى سواء كان يطير أو واقعا على غصن أو مرتفع ثم يهوي بسرعة تصل إلى 40 كم في الساعة ويخترق الماء وبعد الغوص لحظات يخرج وفي منقاره سمكة أحد مهندسية القطارات وشبكاتها في اليابان هو أيضا يهوى مراقبة الطيور لاحظ أن الرفراف حينما يخترق سطح الماء ليصيد السمك يكون رشق الماء أقل من المتوقع وكانت قد نشأت مشكلة بعد تصنيع ما سمي قطار الطلقة فلأن سرعته 300 كم في الساعة أو أكثر يحدث حينما يخترق الأنفاق ويخرج منها أن يصدر بفعل دفعه الهوى أصوات دوي مزعج هذا المهندس توصل بعد دراسة شكل وهيئة منقار الرفراف إلى أنه يعطيه انسيابية في اختراق الجسم للماء ويمنع أن يتضرر الطير من قوة ارتطامه بالماء لو كان المنقار بشكل آخر وفيما بعد أعيد تصميم مقدمة القطار لتحاكي شكل منقار الرفراف وأدى ذلك إلى التغلب النسبي على مشكلة الدوي الذي كان يحدث من التصميم السابق من بين المدهشات التي تقودنا إلى التأمل في عظمة الخلق فوق قوة إبصار الطيور بشكل عام التي تتجاوز مقدار إبصار الإنسان بما يقارب ثمانية ضعاف فالدراسات العلمية تجيب وتكشف أن آلية إبصار الرفراف معقدة خلاصتها بتبسيط العبارات أن الله وهبه رؤية مزدوجة التركيز فيما بين رؤية الأشياء من حوله وبين رؤية الأشياء تحت سطح الماء بما فيها صغار السمك ليس هذا فقط فقد وهبه الله أيضا وجود مادة زيتية في العين كأنها نظارات تصف الوهج وتصحح الانعكاسات على سطح الماء وتحمي عينه حينما يخترق الماء سريعا فتبارك الخالق عز وجل الذي قال في القرآن الكريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ترجمة نانسي قنقر